اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل ايام اظرت احدى المجلات المتخصة الامريكية قائمة بمستويات الدول وفقا لحصة الفرد في كل دولة من الناتج المحلي وتحدثت عن العراق جاء ذكر العراق قالت ان العراق في المرتبة 105 عالميا والسابع عربيا وبغض النظر عن هذه المراتب لكن دعونا نقول اولا انه قضية قياس حصة الفرد من الناتج المحلي تتبع معايير معينة هذه المعايير يعني اللي هي تتعلق بالمستوى المعيشي يقاس عموما بمعايير مثل ما قلنا من هذه المعايير التضخم الحقيقي منها دخل الفرد ومستوى الفقر كم يأتي الفرد كم دخله شهري من المال ومستوى الفقر وطبعا دخل الفرد ايضا يقاس ايضا بالخدمات التي تقدمها الحكومة لهذا الفرد وهي محسوبة كقيام قيمة يعني تقدم الكهرباء وقيمتها كذا وهالك تتحمل الدولة تقدم خدمات النظافة تقدم الخدمات الصحيح وقدمات تعليمية هكذا وكل هذه التقاس كدخل للفرد جزء من دخل الفرد وبالتالي قيسوا فالتضخم اولا التضخم الحقيقي دخل للفرد ومستوى الفقر شقد مستوى الفقر في البلد جودة توفر الرعاية الصحية هذه التقاس جودة التعليم واهدافه ومستوى عدم تكافؤ نمو الدخل بين الافراد توفر سلع معينة وقدرة الفرد على شراءها كل الافراد يستطيعون من يستطيع شراءها مقياس متوسط العمر في الشعب سهولة حصول الناس على ضرورياتهم وحاجياتهم يعني مثل الكهرباء مثل الماء الصافي مثل القدمات الصحية مثل التعليم وغيره طبعا وايضا الراحة النفسية الأمان الموارد الثقافية الحياة الاجتماعية الصحة البدنية جودة البيئية كل هذه تقاس وبالتالي تظهر نتيجة معينة وبأرقام معينة بهذه المعايير يصل إلى المستوى المعيشي وبالتالي يحدد حصة الفرد من النصيب الفرد من الناتج المحلي كل الدراسات تشير وآخر الدراسات أشارت إلى أن حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي أربع ملايين وتسعمائة ألف دينار أربع ملايين وتسعمائة ألف دينار عندما تقسمها هذه على 12 شهر هذه سنويا ما تعادل 3,000 دولار يعني أربع ملايين وتسعمائة ألف يعني ما تعادل حوالي 3,000 دولار عندما تقسمها على السنة كاملة على عدد الأشهر يخرج بالتالي أن حصة الفرد شهريا 250 دولار عندما تقسمها على الأيام الشهر ثلاثين يوم تظهر أن حصة الفرد من الناتج المحلي 8 دولارات 8 دولارات تعادل ألف ومائتين دينار ماذا يمكن للفرد العراقي أن يشتري بألف ومائتين دينار هذه أول مع الانتباه إلى أنه الكهرباء غير موجودة غير مستقرة ويدفع لديها مبالغ كبيرة من مواردة يدفع من هذه للكهرباء المولدات وغير المولدات وقوائم الكهرباء وهي غير متوفرة الصحة غير متوفرة ويدفع لها أقيام يتعالج عند الأطباء وغيرها وأسعار الدواء وأسعار الكشوفات الطبية والتحاليل مخيفة جدا المواد الغذائية والتضخم العالي بعد زيادة سعر صرف الدولار على حساب الدينار التضخم العالي وأسعار الغالية يدفعها من السكن غير متوفرة ويدفعها من هذه الألف ومائتين دينار الصحة البدنية الجودة البيئية هو يعيش في بيئة كلها ملوثة ويحتاج إلى الكثير من المواد لكي يعني يحافظ على صحته وحياته وهذه يدفعها من ألف ومائتين دينار التعليم غير متوفر والمدارس والجامعات الأهلية زادت أضعاف الجامعات والمدارس الحكومية ويدفع لها مبالغ أيضا الفقر لدينا أكثر من 15 مليون فقر عاطل عن العمل وأكثر من ثلاثة أرباع العراقيين فقراء 12 مليون تحت خط الفقر يأكلون من المزابر هذه جزء من السلع الموجودة وكل المواطنين يستطيعون يعني أن يشتروا هذه السلع لأنه ممتوفرة عند الفقر كثير والناس في الشوارع والناس من قياس الصلاة متوسط العمر في العراق قد انخفضت وفيات عالية جدا فبالتالي أنت أمام الناتج المحلي في عام 2020 بلغ 198 تريليون دينار و 655 مليار دينار هذا الناتج المحلي الإجمالي حصة الفرد أربع ملايين وتسعمائة ألف دينار سنويا مثل ما قلنا تساوي 3000 دولار تساوي 250 دولار شهريا تساوي 8 دولارات يوميا ما يعادل 1200 دينار عراقي العراق يعني تشير كل الإحصائيات 67% من العراقين بدون خدمات صحية 40% من العراقين بدون خدمات التعليم بواقع 16 مليون عراقي ومن ضمن الذين بدون خدمات صحية بواقع 26 مليون عراقي بدون خدمات صحية مستوى المعيشة في العراق في العراق لا يشمل هذا اللي تحدثنا عنه مستوى العراق سوى 6% من السكان الباقين بدون مستوى المعيشة 94% من السكان يعانون من اختلال مستوى المعيشة يعانون من مواجهة الفقر ربما 6% فقط 6% هم دولة اللي بالحكومة وحزابها فبالتالي نصيب الفرد العراقي من الدخل من الناتج المحلي لا يساوي شيئا وهذا العراق الثري بكل ثرواته وبكل ما فيه وكل ما حباه الله من الثروات ذاهب إلى الفساد والخراب وبأيدي طغمة تحكم العراق باسم الدين وباسم الديمقراطية وباسم الحرية وباسم كذبة كبيرة ويدفع العراقي هذا الثمن الكبير من حياته ومن الصحة ومن تعليم أبناء ومن كل شيء ولماذا سؤال لماذا يدفع كل هذا ولأجل عيون من هذا هو السؤال هذا هو واقع العراق وهذا واقع هذه الطبقة التي جاءت منذ 18 سنة وما فعلته في العراق من سوء وخراب ودمار وأوصلت العراق إلى هذا المستوى بلد من أغنى بلدان الدنيا لكن سكان من أفقر سكان الأرض مع الأسف الشديد أترككم بخير وأرتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة